وفي أولويات العلاقات الإقليمية بحث صفيراء سعودية وإيران للعراق أهم القضايا المشتركة بين البلدين وامتداداتها الإقليمية والدولية صحيفة عقاض السعودية ذكرت على منصة X أن السفير السعودي عبد العزيز الشمري التقى السفير الإيراني محمد كاظم الصادق في بغداد لمناقشة التعاون وتنسيقه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ويشار إلى أن العراق لعب دورا محوريا في إعادة تأهيل العلاقات بين الرياض وطهران على قاعدة من المصالح بدلا من التوتر وبما يتناسب وأهمية دور البلدين في الاستقرار الإقليمي وتوازن مصالح شركاء